صدر لم يصدر سلم لم يسلم صدر ولكن لم يسلم لأسباب تلك رحلة شاقة بدأها قانون الاستفتاء على مشروع الدستور مذ وجد نفسه بين أحضان البرلمان المنعقد بطبرق يتقاذف الأعضاء القانون يرتضيه بعضهم يرفضه آخرون حتى وجد نفسه مستظلا بحكم الصادر في جلسة جمعت فيها توقعات نواب بعضهم موجود فعلا تحت قبة البرلمان وآخرون كانوا خارجها استمر الأخذ والرد بين الأعضاء أنفسهم ففرقة منهم ترى أن القانون صدر وإن كان بتوقعات وآخرون يرون ما فعل تجاوزا قانونيا لا يصح ما بني عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المترجم الفني الوحيد لعمليات الاستفتاء والانتخاب لم تسترم القانون حتى اللحظة ما يجعل الاحتمالات تسير جميعها نحو تعذر إجراء الاستفتاء ومن ثم توقف مشوار إقرار الدستور يحسم ذاك الجدل كبير النواب رئيس المجلس عقيل صالح بنفه تصويتهم على القانون مبينا أن ما جمع من توقعات في تلك الجلسة كانت بهدف الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمناقشة تعديل مشروع الدستور وقانون الاستفتاء عليه حسن صالح جدل القانون فاتحا مجدلة أخرى قد تدخل البلاد في دوامة تلقي بها على شواطئ دولة بلا دستور إذ بتصريح رئيس النواب قد تدرس قضايا وترفع للمحاكم لخوض جسم تشريعي في تعديل مشروع الدستور وذلك أمر إن فعل يعد خرقا للإعلان الدستوري المانح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الحق وحيدة دون سواها في صياغة المشروع والتعديل عليه السؤال هنا عن من يقف وراء رغبة تعديل مشروع الدستور تجيب عن التساؤل كلمات غريبة نطق بها من صور نفسه عسكريا ومتحدثا باسم عسكريين مجالهم من المفترض موجود في اسمهم أحمد المسماري الناطق بلسان آمره خليفة حفتر يقول مشروع الدستوري بائس ولا يلبي طموحات الليبيين لا يلبي طموحات الليبيين يكررها المسماري أي لبيين يترى يتحدث الرجل باسمهم ويرى برؤاهم إن قصد الرجل مكونات كالأمزيغ والتب والطوارق فقد صدق ولكن الأمر يبدو أوسع من ذلك ولا يخلو من محاولة المتحدث باسم حفتر فرض رأي آمره معتبرا إياه رأيا من الشارع الليبي وصف قيادة ميليشيات الكرامة مشروع الدستوري بالبائس لا يعبر بمعنى دقيق عن مرادهم فالأمر يتجاوز ذاك الوصف إلى رغبة حفتر في فتح مشروع الدستوري وتعديله وليس بدافع عدم الرضي الشارع الليبي فقط يرفض المسماري المشروع بل تعد ذلك إلى اتهام أعضاء هيئة صياغته بتلقي رشا للإسهام في تأزيم الوضع وسبب معارضة الدستور المطروح مواد فيه تمنع مزدوجي الجنسية ومن يتقلدون مناصب عسكرية من الترشح لأي انتخابات تشرعية أو رئاسية وهي مواد تحيل حفتر جانبا وتحجب نظره عن كرسي الحكم يحلم المواطن بدولة دستور وقانون ينزل فيها المسؤولون منازلهم السياسي في القيادة والعسكري تحته ولكن في بلد لا يخلو من تدخلات خارجية المعادلة فيه متغيرة والمستقبل يصعب التنبؤ به شكرا شكرا